موسيقى بالأمس وفي ليال مظلمة أوقدت صعف النخيل اليابسة على جرف طيني بالقرب من شعيب رطبط اسمه بدماء الصحابة أما اليوم وتحديدا في عام 1938 أقيم فيها مركز شرطة الجبيلة القديم ليكون أول مركز للشرطة في السعودية وكان ذلك في عهد الملك عبد العزيز دكتور راشد الروايات التاريخية تقول إن صحابة رضوان الله عليهم في تلك الليلة بعد انتهاء المعركة دفنوا الشهداء وكانوا يوقدون سعف النخيل اللي هو جريد النخل الجاف لكي يروا مكان الدفن لكن هل بسبب أن الجبيلة كلها صخور ولم يجدوا إلا بجانب هذا الوادي الصغير شعيب الدم على هذه الجرف الطيني فدفنوا عليه لكنه لاحقا السيول أثرت نعم هو العامل الأساسي في عملية الدفن في تلك الليلة أن هذه الجبانة مرتفعة عن الشعيب المتجه من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية فالشعيب مرتفع ولهذا دفن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الجبانة أو الضفة الطين للحفاظ عليه من الاندفاع والانجراف للحفاظ على هذه القبر من انجراف السيل عندما يأتي أيضا إلى هذه المنطقة ولهذا منذ القدم وحتى اليوم نجد بعض القبور بارزة باندفاع نعم السيل عندما يأتي إلى هذه القبر حصل في السنين الماضية أنه حصل انجراف وقاموا بإعادة دفنة صحيح هذا صحيح سبحان الله يعني هو شعيب الدم اسمه نعم هو شعيب الدم سبب المعركة التي حصلت نعم وكثرت جريان الدم في هذه المنطقة لا يأتي ذكر الجبيلة إلا ويحمل معه اسم بلدة العيينة فهي بلدة تاريخية اتخذت مكانها على ضفاف وادي حنيفة اسمها القديم العيين نسبة لبني عامر من بني حنيفة ثم أصبحت برقة نسبة للبرق وهي الرمال على سفوح الجبال جنوب البلدة إليها تذهب الخطة لتقف على آثارها وذكرى رجالها ومن مروا بها اشتركوا في القناة